السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته الشيخ مصطفى مزحاها الحمد لله شيخ مصطفى الله يوفقنا وإياكم يثبتنا وإياكم المسألة مسألة خلاف بين العلماء والأمر فيها واسع إن جعرت لك وجهة وإن أصرت لك وجهة وإن لم تقرأها من أصل لك وجهة وقد فصلت في هذا مرارا وتكرارا أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه والذي قد يشكل في الباب قوله صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين هذا ثابت في زيادة ليست بثابتة وهي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم هذه زيادة شاذة وعن قوله كانوا يفتتحون بالحمد الإمام الشافعي يؤولها فيقول ما حاصله كانوا يفتتحون القراءة بصورة الحمد بصورة الحمد ليس الماء كما يقال صلى الرسول في العشاء بلا أقسم بالخنس أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس كما؟ وهناك أدلة لمن قالوا بالجار بالبسملة ولمن قالوا بالإصرار بها أدلة كثيرة لمن استنباطات كلها وإلا لم يصح خبر صريح في منع الجار بها ولا في القراءة بها الأمر كلها نصوص محتملة ما قلت لك أسرها ما قلت لك ما ورد شيء صريح عن الرسول الله في الباب صلى الله عليه وسلم خذ بعض الأدل الشافعية يستدلون على الجار بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته قالوا ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها واستدل أيضا الشافعية بأدلة أخر منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم فالذين قالوا لا يجهر بها استدلوا بالحديث المذكور حديث أنس وقد سمعت توجيهه واستدلوا بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد قسميني والعبد ما سأل ذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي لم تذكر البسملة وكل له ردود على الآخر